سيرجي سافيتش أحد الصفقات الدوري السعودي سافيتش هو بطل العالم سنة 2015 مع منتخب سربيا تحت 19 سنة وقتها كان لعف جينيك بعد تقلقه تلقى عرض مغري جدا من نادي فيورنتينا ووصل فعلا لمدينة فلورنسا تمهيدا للتوقيع والإعلان عن الصفقة وفجأة قبل التوقيع باللحظات بكى سافيتش زي الأطفال وقال لمسؤولي نادي فيورنتينا آسف مش قادر أمضي مش عايز أوقع مع فيورنتينا تاني يوم سافيتش مع وكيله مدينة فلورنسا وسافر للعاصمة روما ووقع مع نادي لاتسيو اللي كانت رغبته من الأول بعهد المدة خمس سنين استمر سافيتش مع لاتسيو ثمان سنين لعب خلالهم 341 مباراة مع الفريق سجل خلالها 69 هدف وقدم 59 تمرير حاسمة وفاز بكاس إيطاليا مرة والسوبر الإيطالي مرتين الغريب في الموضوع أن أول جول سجله سافيتش كان في مرمى فيورنتينا بالأسبوع التسعة عشر في أول موسم ليه وقال بعدها اللحظة اللي سجلت فيها الجول كانت مذهلة لن أنساها أبدا كنت أرغب في الانضمام إلى لاتسيو وهذا الهدف هو مكافأة لكل التضحيات التي قدمتها منذ أن جئت إلى هنا وبعد مرور 8 سنين تعقد الهلال مع سافيتش وقدمه تحت عنوان أرواح نشأت على الذهب في إشارة لتتويجه بكاس العالم للشباب في بداية مسرته مع السربيا هل هينجح سافيتش مع الهلال؟ ويكون إضافة للدور السعودي زي ما عمل في الكلشو؟ ترجمة نانسي قنقر